مرحبا بكم في هذا العديد الجديد من برنامجكم الرياضي كرسي الاعتراف اليوم سنفتح ملف رياضة الكاراتي هذه الرياضة التي صنعت الحدث مؤخرا ليس بنتاجها العالمية وإنما بمشاكلها الغير منتهية والتي كانت آخرها استقالة رئيس الاتحادية إذن المشاهدين الكرام والحديث حول هذا الموضوع رياضة الكاراتي نتشرف اليوم باستيطافة رئيس واحد من أقوى الأندية في الجزال ورئيس نادي الشباب رياضي الباريكي سي خالد مراح مرحبا بكم وشكرا لكم في الدعوة مرحبا بكم أولا نشكر قناة الشروق تي في اللي منحتنا هذه الفرصة باش نتكلموا في الحصة هذه تعكس الاعتراف ونشكركم بزاف بزاف وخاصة رياض الكاراتي اليوم متابعة من طرف الجميع وإن في إيجابياتها أو سلبيتها لكن الآن في المدى الآخر السلبية تحت غات الإيجابيات والبعض يقول أن رياضة الكاراتي سقطت بالضربة القاضية نستطيع أن أقول لك أن رياضة الكاراتي سقطت بالضربة القاضية ولكن لما بعد إن شاء الله يتضافر الجهود بتاع الجميع إن شاء الله نعود ونرجعهم برياضة كاراتي للصورة التاحة الحقيقية والمحبوبة اللي يحبوها في الجزائريين وإن شاء الله تعود تربريني لإنجازات تاحة على الصعيد الوطني أو الصعيد العربي أو الصعيد الدولي خالد خلينا نكون صراحة ما هي الأسباب لإخلال الكاراتي في الجزائري ويصل إلى هذه المرحلة؟ نعم، ما سأقول لك عدة أسباب، هذه المشاكل هذه ليست نقول ونحن رياضة الكاراتي رياضة الكاراتي يعني لإصرارها كما هكذا رياضة أستشارولا هذه مشاكل كبيرة متراكمة تدخل المصالح بين الناس الذين يجريون إلى رياضة الكاراتي كل واحد يحب نفسه، كل واحد يحب النادي التعو كل واحد يحب الولاية التعو وما يخفقش هذه الرياضة راي مرسو فيها أكثر من 200 ألف أو 250 ألف أكبر رياضة في الجزائر عند عدد المنخاريطين بصفة رسمية بصفة رسمية هي رياضة الكاراتي يعني هذا يزيدنا فخر من جهة ويزيدنا تأسف من جهة ثانية يعني من المفروض كانت عندنا إيماج مليها بزاف وين كنا نروحوا يعني كانوا يهدروا على الكاراتي الجزائري اليوم شوية خاصة ما تطوروا وسائل إعلام وين عدت الفضائح منتشرة في كل مكان على وسائل في الأنترنت في الفيسبوك عفوا وين خلت العالم كامل يعني يشوف وشرا وسائل غسيل تعريات الكاراتي الجزائرية يشوفها أنا عندي بزاف أصدقاء في دول عربية ودول أوروبية يبوزيوا علي بزاف كيستيون تعوى شرا وسائل عندكم والله نتأسفوا يعني إحنا على وصلنا بهذه الدرجة ولكن إن شاء الله بتضافر الجهود في الجمعية الأخيرة العامة الأخيرة الاستثنائية اللي درناها يعني كان اتفاق يعني في الجمعية العامة باللي نعاودون رياض الكاراتي ترجع لكاراتي الحالية الموجودة دون رئيسة اتحادية أكيد يعني دون رئيسة اتحادية اللي استقال في الجمعية الاستثنائية المؤخرا ومفروض أن أسمعت بليل وزارة عينو ونيب الرئيس اللي كان فيت الأخ من دات الإمسان يعني هو إنسان عقل لبس به ولكن احنا ننتظره من الجمعية العامة يعني انتفاضة قوية لوضع الكاراتي في السكتاء لأنه خلاص من لينا من لينا يعني الرياضة هذية رح تضيع بهذه الطريقة لازم نحطها على السكة تاحا ونحطوا رجال يعني اللي ما يعني يقدر نحطوا هيو المشكلة تعريق الكاراتي أنه كل واحد رحو مسؤول عنده وراه عنده وراه نادي وراها في ولاية وراه كذا وراه ما يخدموش لانتيرين تعالوا كاراتي على الجريان وإنما هم يخدموا لانتيرين تعالوا كاراتي أندي فيديال تعوهو تعالنادي تعو تعفاملتو مع البلش أن المصالح الضيقة هي في سنة كاراتي أكيد يعني هذه أي واحد جيب وراه يقول كلام هذا يعني مفروغ منها المصالح الضيقة هي اللي لحقتنا ونلاحقنا اليوم إن شاء الله نتمنى وفي المستقبل قلوا حتى أنه تبطى طواقم الفنية تعالى المتخبات الوطنية كانت تم بالمعليف أكيد يعني الطواقم الفنية تتحط كما هكذا كل شيء تتحط هكذا ما شيء غير طواقم الفنية لازم كل شيء يجي مع بعضها الاربيطراج الطواقم الفني كل شيء تتحط مع بعضها كانت إطاراتهم همشة أكيد وما أكثرهم بزاف ثاني كان الناس بزاف المستوى ولكن ما تتحط لمش فرصة باش يسيروا والله يحكم يقولوا حتى أنه المتخب الوطني حكر على عناصر معينة فقط يعني يعني إلى حد ما كاينة من هالكلام هذا أنا نقول لك كانوا عندنا بزاف عناصر في فريق الوطني وبدأوا نحيوهم بالواحد نحيوهم بالواحد وكاين حتى رياضيين لما جاءوا من البطولة العالمية تاع اليابان كانوا تابعي لنادي الشباب الرياضي الباريكي تاعنا جاءت من أوامر قالوا لهم كون تبقوا في النادي تاع باريكي واحد ما يقعد فريق الوطني مسؤولين في الاتحادية اللي يعرفوا هناك اتحادية سابقة اتحادية بزافة كل ما شاوه في نفسنا شوف أنه كل شيء مركز هنا في العاصمة أكيد يعني هي العاصمة لماذا العاصمة؟ لأنه الأغلبية تاحم كل هنا من العاصمة أكيد يضربوا على نتيري تاع العاصمة كما نضرب على نتيري تاع باريكي ولا يتباتنا ولكن في حدود الروح الرياضية ليس في حدود من تاعانيا لازم نسكنها لازم ننضيها لدينا هناك لوكاكاين بروبلم كبير اللي هنا في العاصمة أنه يشوفوا في الاتحادية تحم مش تاع 48 وولاية مش تاع الجزائر هذ هي المشكل اللي رأو صار عندنا خالص، معنا أنه مؤخرا قصوكم حتى من الكاس الوطني هذا أغير ايه في 2015 مش قصونا حنايا في 2014 فوزنا بالوطولة والكاس وفي الكأس فوزنا بفريقين ألف وبا في النهائي في 2015 جينا بنفس نفس يعني زدنا درنا تربوصات وشاركنا مشاركة دولية وإن كانوا الرياضيين يعني متحفزين وباش يزيدوا وعودوا للحكاية اللي صارت في 2014 عدنا فريق ألف وصل إلى النهائي فريق با في طريقه إلى النهائي كان مسؤول في الاتحادية في المنصة الشرفية بالتليفون يعيط المسؤولين تعالى التحكيم يقول لهم ما لازمش تخليوا باركة تفوت في النهائي الفريق الثاني في نفس الصح حقيقة بعدها كل شي تبدل في الاربيتراج تشوف ربعة قاعدين في طابلاء في تطامي يجي واحد يبدلهم كومبلي في ربعة يبدلهم وحطة أخرين ويبدوا يطاكيو فينا ما فهمتش أنا علاش نحن واحد ما صدق علينا النتائج تانا النتائج تانا خدمنا وتعبنا وباش لحقنا لها خسرنا أموال وخسرنا ووقت وخسرنا إمكانيات وخسرنا حواليش بزاف وباش لحقنا لهذا المستوى ونرن نفسه على البطولة والكأس حتى في الخارج البطولة العربية الأندية البطلة أو كأس العالم أو دورة دولية دائما نكون برونستيكتنا دائما نصعود على المنصة نعبدو نحكي عن النادي الرياضي الباريكي عفوا الشباب الرياضي الباريكي لكن قبلها نبقى نحكي عن الكارات المستوى الوطني يقولون بالما سوئتها أو في المدى الآخر هي التحكيم أكيد أنا أول واحد دائما ندافع القضية هذه لأن التحكيم هو المشكلة الكبيرة في الجزائر لأنك تحكيم لا يطلع لكش للشمبيون ما القرين نطلعوا إحنا نحن نرانا نطلعوا بصاحق باش نطلعوا نفوتوا حواجز بزاف باش نفوتوا نكون لون نطلعوا ولكن هي عادة أنه ما يطلعش للشمبيون خاصة في الفئات الفئات الأخرى يعني من البنجاما مينيم كادي جينيوري سبوار لماذا؟ لأنه كان ديزنتيري أنا لماذا يجبني الحال كي يقصيوا الرياضيين لأنني أنا وفرت جميع أسباب النجاح لازمني نضي النجاح التاعي لا يصدقوا لي يحتوى بصهم لا لا يقول لك لازم يجي كان أربيتر أذا كان ندراب ودروات ولاغوش يخسرك فئات خسر عليها 100 مليون في العام ذاك هو يخسروا عادي على جام على بليش أنا وشنية لانتيري تاو وهذه صائرة عدنا حقيقة يعني المشكل الكبير في الأربيتراج يجب أن يتحل في الجزائر قلت لهم أنا عرفت عليه مرة الأخرى في الجمعية الاستثنائية الأخرى قلت لهم بشي نجحوا الكاراتي الجزائر يجب أن ينجح الأربيتراج وكذلك يجب أن ينجح يجب أن ينجح كوميسيون المنديال يقومون ويقومون 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 بالتأكيد ينجح الأربيتراج في نفس الوقت يجب أن يكون نتر يجب أن تحكم ويجب أن يخرج من المشكلة ويجب أن يخرج أن تتعود يجب أن يحصل إلى المصلحة هذا هنا توقع الإشكالية لماذا نحن في 2015 ويجب أن يحصل أربيتر يجب أن يحصل خيالية لا تستطيع أن تتخيلها يجب أن يضربك ويمنعك ويجب أن تقول أي يمنعك ويجب أن تعيض لأنه في الرياضات الفردية كثيرا يهدوكم دائما بالعقوبات أي شخص يستطيع يتعاقب مدى الحياة أكيد أنت واحد من الناس يتعاقبوا سابقا تعاقبت في التسعينات في سبعة وتسعين أو فمانية وتسعين وتعاقبت بسبب التحكيم؟ لا ليس على أجل سبب التحكيم أنا أدرت أدرت تربص في في مدينة بيريكا طال دجاب 12 يوم وهذاك تربص نجح بالزاف من ناحية الإعلامية والرياضية كالناس ما أعجبهم ودروني في سيبلا ودوية تاكيوف لذاتلي التوعي وإن أنا يصرف تصرف شوية ما تحكمش في الأعصاب بتاعي استغلوا الفرصة ويضربوني هنا بعامين ويضربون نادي ويقفوه بعامين وبعدها درنا الركر وتنحات هذه ومبادة كمنا تعاقبت مرة أخرى في قسنطينة هلأ؟ هذه هي تاكا قسنطينة على جل الباساجدوغرات أحبوا يعاقبونا في هذه تاكيوفنا ولكن أنا نحيي رئيس لجنة تحكيم بو كرش من عنابة اللي طلبوا منه بشي دير رابور وبشي ديرونا وبشي عاقبونا ومارفض قلهم اللي شاكو أحبا وإنجة ومضي كل فستينكات كي نقاشي ونحن نقدر نسحبو جاوا ودخلوا الرياضيين ندروا الصالي وبدوا ليكم كموا موثلون تدروا الدجزائر نحن نطبقو علينا قرون تاكورت القدم في خاراتيو لكن نحن ندخلوا الرياضيين ندروا الصالي التاحم ونسحبو نحتجوا الزمالات التاحم الذين قد قصوهم وخرجوا لذي أخبروا إفريقية ويغيروا جميع الرياضيين اللي كانوا في خمسة من باريكا في ذاك الوقت والله ربع عام من باريكا جاتهم فرصة ويمشيوا فيها ما مشالها مش رئيس اللجنة التاحكيم بوكرش اللي نحني نحييوه من هذا المكان حاولوا وحاولوا ولكن ما مشالها مش ما قدروش يديروا هذي كلاديسيزيون ولكن وإحنا خرجنا وقعدت الحال لحاله كما هكذاك وهذا يعني يدل عن شي إنما يدل على المشاكل الكبيرة اللي رأيت كيفاش فكرتوا الدخولي لاحتراف ايه كيفاش حتى نفكرنا ندخلوا الاحتراف في سنة 2007 أنا استضفت كأس الجمهورية بمدينة باريكا لأول مرة يشاهد يعني للجمهور الباريكي بطولة وطنية أو لكأس الجمهورية وطنية في باريكا أجيبهم الحال بزاف قبل ما نديروا الكمبيتسيون أعيط لي مسؤول أنا ذاك في الاتحادية كان هو ريسبونسابل قللي قللي على الكلاس مو قلت له كيفاش الكلاس مو قللي أعطيك تروازين بلاس قبل ما تبدأ قبل ما تبدأ البطولة ايه قلت له هنا كيفاش تعطينا تروازين بلاس قللي تاة طامي ما عندك في الصالة تحوص تدي دوزين بلاس قلت له خليل تاة قلت له لش اللي كلاسي لازم يكون عنده قللي بانسور لازم تكون الانفراسطري كثير لازم تطامي مطريا اخر حاجة هي المنافسة عندهم ايه قلت له مكتشة لبالينا باللي باللي بللي بللي نقوسي والوتيتر في ذاك اللحظة ناجت في بالي باللي نكبر الكلاب بتاعي ذي المشاركة الدولية انا لأكل حال للمشاركة الدولية ان انا في الفتلاتة وتسعين كانت عندي لنظر ويع painting الليل المشاركة الدولية Знаتي كم أ VI كانت نظرة بعيدة كثيرة في كاراتي لم يكن لدي أولو ولكن كنت مؤمن مؤمن بروحي وماذا نستطيع حتى لو في هذا الوقت سمحنا نرجع و93 إمكانية لم تكن لديكم القاعة لم تكن لديكم قاعة لم تكن لدينا قاعة قد نخرجنا ونضرب أكثر من حوالي شهر ونضربه في المسبح بالباسكيت وذلك برد بعد أن لدينا أحد تخرج مستشار في ذلك الوقت اختصاص كاراتي وذهبت لها بروبوزيت عليها أنا أحد صديقي بروبوزيت عليها في الدار تام لديهم بلاسة سيرفاس كبيرة قال لي قال لي درامو كذا قال لي درامو كذلك قال لي درامو كذلك قال لي درامو كذلك كانوا لدي سيارات وقعتهم وبنات السالة في دارو ونضربنا نحن ونضرب الطوبة ونضربنا بها ونضربنا labs ونضربنا لفارم ونضربناه ونضربنا في انتصاص ينقاع لهم سيارات ونقاعها لها عدد خيالي يعني لحق تحتزل ثمية واحد قدرنا ببليو سيتي وكله شو بدأت تمشي بدأت الناس تجي وكذلك ونبسط شرب دينا في النتائج الوطنية يعني كانوا عندنا نديزات لأتوين كنا نأخذ مفقاعة البلدية أمال بلدية باريكا سابقا ولكن كملنا في القاعة جديدة هي لأنه كانت مام في باريكا كانت منافسة شديدة ذاك الوقت كانوا حاولي سبع نوادي تعكاراتي في باريكا كانوا ينتظروا كام الرياضيين يروحوا عندهم أنا الرياضيين والجيبتهم للقاعة اللي بنينها 28 يوم رغم أنه باريكا يعني في هذا الوقت أنت معروفة برفع الأثقال أكيد يعني باريكا برفع الأثقال ونشكر المسؤولين اللي قاموا للقائمين على رياضي رفع الأثقال أنهم هم اللولين اللي وصلوا أسم باريكا للجزيريين أو العالمين عبر عبد المنعم يحيوي وبسباس ومدرب تاحم أبو الحيا عبد القادر والفاعلين كامل كان توتن سطاف كان يخدموا كامل وقفوا 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 ومدربوا إيماج مليحة الباريكا في ذلك الوقت أنا الثاني أنا كنت من نسلي سيبورتي وهم كل ممكن يشوفهم راحوا اللي ترونجي ذلك الوقت اللوكراني أو تشكسلوفاكيا أو كنا نسمعوا هكذا وكنا من نسلي يحبوا اسم البلاد هذيك باش تطلع نعود ونرجع الباريكا البداية أكيد أنه ما كانت سهلة بداية تاكم في الكاراتي باش تجين تفرضوا نفسكم كيف حدرتوك؟ أكيد يعني هو كل شيء مبني على العمل على العمل وتأمن بالإمكانيات متاعك لما تكون تأمن بالإمكانيات تاعك الحواجز كل تقدر تتخطى نحن كنا مأمنين من نهار الأول كنا مأمنين باللي كينا لابات تاع كاراتي في باريكا كاراتيكا ينجح في باريكا ينجح يعني تقريبا هي أفضل مدرسة في شرق الجزائري حاليا نعم نقدر نقوله هكذا ونقدر نقوله ثانية من أحسن نواة الجزائرية والعربية ونلحقنا يعني قبل هذا السؤال يعني لحقتونا كينا منتخابات وطنية دولية ونعرضتنا نحن كنادي ورحنا ندرنا معهم تربوسات ودرنا سما حاجة مليحة وعقبنا معهم كنز جور ومن بينهم منتخب السعودي اللي عرضونا في جدة في 2010 نجدنا معهم في 2010 في البطولة العربية الأندية في دوبي ولما شوفونا ندرنا نصف نهائي مع العمارات وان كنا قريب ربحناهم هما عرضو عرضوكم مدرنا تربوس كيف كيف من يجيبوا الإمكانيات هذه بشاركوا أعتقد أنتم لحد الآن مشاركين في 23 دورات دولية أكيد شاركنا أكثر من 23 دورات دولية وبطولات رسمية ثانية بهم شاركتك حتى في الولايات المتحدة الأمريكية شاركنا مرتين في الولايات المتحدة الأمريكية في 2012 و2013 وفي 2013 فوزنا نحنا بطولة لوبن دولاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية بدناها في الباريكيب وبدناها في وزن أقل من 84 كيلوغرام ميدالية ذهبية وفي وزن أكثر من 84 كيلوغرام ميدالية في الظهية ونتحصلنا في المجموع العام المرتبة الأولى في دورة لوبن لاز فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، من يجبوا الإمكانية المالية لتشاركوا عنها؟ بالنسبة لإمكانية المادية، نحن مصادر التمويل المعروفة عندنا هي بلدية باريكا، المشس الولائي، مديرية الشباب والرياضة، واليولايات باتنا وبعض السبونسور، يعني اللي مؤخراً ندرنا مهم شوية، كما سيمات عينتوتا وكان ثاني شركة تربية الدواجن مهل العطف ولكن دائماً تبقى التمويل هذا بارابور للنشاط نتاعنا المكثف يعني ناقص بارابور، يعني هم مشكورين على ذلك ولكن يبقى دائماً قليل بارابور نحن وشنا ننديره من نيفول إيرانا فيه، نحن ما نغفقش، نحن عدنا الرياضينام يخلصوا عند مشهرية تحمقارة متقلب نادي الرياضي الواحد اللي يعني مد مرحل للرياضيين وأعتقد معمولية الجزائر؟ ربما كان نادي آخر ولا زوش، ولكن يعني احنا كان أمورنا كما نقوله ثابتة، قارة، لا يخفاكش باللي عدنا مقر هنا في الجزائر العاصمة فيه كل شيء يعني فيه الفيستيار، فيه الفلتفايت ايه فيه البيرو تاع الإدارة تاع النادي، فيه نبات وليزاتلات، فيه ندوش وفيه كل شيء يعني مقيوم كما نقوله احنا يا يشرفنا حتى وكان يجيونا ديزان فيتي ملي طرانجي ولا نقدرون نستقبلهم بالثمه اهه ونانا نخدمه منا شعبسين ولكن الإمكانيات مقدر نقولك نزو فيها منا ومنا المهم الإسسانسيالي يتمشي يعني باش جينا كمبيتيشن كمبيتيشن ولا حاجة يعني كالك سواء نحن نوفرها نحن نكونوا حاضنين فيها كالك سواء يعني حتى وعدوا دراما ما كانت الكمبيتيشن رحوا لها يعني هذه السير مؤخرا ونخرجنا في خمسة شهور ثلاث خارجات للإدارانجي خرجنا المشاركة تاعنا في سكوتلندا مؤخرا ونضرنا عشر نهائيات خلاصينا المركز الأول في الكابير جبنا ميداليتين ذهبيتين وجبنا ثمانية أرجون وربعة برونز جبنا 14 ميدالية وزدنا من وراها مباشرة ثم جيتنا أنفيتاشن باش نشاركوا في كومبيتيشن نظمتها أديداس في وورسيستر في الإنجليز ورجعنا ولكن مش عدد كبير عدد قليل وزدنا زدنا جبنا فيها نتيج جبنا ربع ميداليات مباشرة دخلنا في تحضير الكاس العالمية اللي صارت في سلوفينيا اللي درنا فيها نصف نهائي في الكاس العالم وعدنا في الرابط الأولى عدنا حسين جيري في وزن أقل من ربعة وثمانين كيلوغرام دير نهائي تحصل على المركز الثاني وعدنا حماديني ميسيبسا دير المركز تلف في وزن أقل أكثر من ربعة وثمانين كيلوغرام يعني النتائج تقريبا دي ما كين النتائج المصاريف تعلي كومبيتيشون ندبروها درواتي ما تقرب الميزانية تعالنادي في العام ما تقلنا تحت المليار يعني من المليار حتى المليار يعني اللي نحتاجه احنا واحد زوج ملاير في العام يعني باش تخدم براحة تامة تقدر نستعملوه ورانا ندرنا ثاني سبونسور عن طريق جماعي يخدمو في المصنعات الإسمنت اللي مزل ما فتحتش عمور للإسمنت في بسكرا ورانا نستنى ووش يجاوبون ان شاء الله يكون يمشي في الملف هذا يمشي في الإيجاب هلاقتي بالجماعة المجمع البيترولي علاقة تارياضة ما نديش علاقة معهم تجارية ما علاقة هما يدفونديو الكلاب احنا نديفونديو الكلاب اكيد لما تعد تلعب على البطولة والكأس ستكون احتكاك بينك بينهم وقع احتكاك كبير بيناتنا وان احنا متمنناش نتأسفوا باش وصلت بيناتنا للدرجة هذي احنا مفروض انا واحد من الناس عندي روح رياضية ان يكون يربحوني صح رياضة ولا غير ان نروح لي نقولوا مبروك عليك صح باش نخسر انا بطرق ملتوية ما نقبلهاش يعني الحاج الواحد يتأسفوا يقولون ان امرضي الجزائر دائم يعني يخطفوا احسن الرياضيين من الاندية ويداوهم دونكم الرياضيين؟ لا يعني الحقيقة نحنا الرياضيين انت انا مفريلهم وكل شي يعني ما يروحوش الله اللي كان يحبوا يروحوا ويروحوا ما عندناش اشكال بالعكس كان عندهم الرياضيين جوادنا احنا لا ما عندي حتى مشكل مع الفرار ايديري بلك شو ما عندهم مع اي مشكلة مرة اعتقد كانوا اعتدوا عليك؟ اعتدوا عليك وروحنا المحاكم وما زال قضية في المحكم كيف حصلت القصة هذه؟ القصة نحنا بالبطولة الوطنية ونا كنا نضع في التليفون مع مدير التقنية عندي زوبير دكتور زوبير حشي يعني نحييوه من هذا المكان يعني ايطار كبير في رياض الكاراتي في الجزائر حبما نحبه وكرهما نكره انسان دار انجرون تراجيكتوار تاع كاراتي في السعودية الكاراتي كان مكزيستي في السعودية يجب ان نظر كاراتي في العالمية منين من الخدمة العميقة اللي اللي قام بها هو في السعودية واليوم يأتي الجزائر لا يلقاش مكانة هنا في الجزائر دكتور في الكاراتي هو من الناس اللي السوريات الكاراتي في الجامعات تدرس اليوم الكاراتير هو بيان ستركتوري تروح الابتدائي تروح الثانوي تروح الجامعة وكان كذا وبعد يلقى روحوا ما يكزيستيش في الجزائر لماذا فهمش أنا لماذا خلي أعطيه أخويني أعطيه الفرصة وحاسبه وكما تعطيه فرصة وتقوله ما تعرف ما كانش لي ما يعرفش زوبير حاشي في الوطن العربي حتى في الوطن العالمي معروف زوبير حاشي وخدمه وبرهنه وكلش عنده عنده يديلك تدريبات حسة ما تشبه الخطة موتيفاسيون تعل حسة لي ذات لي تذكش عالفين من النار ولكن ما أعطيه له فرصة في الجزائر إن شاء الله نتمنى والمرة هذي يعرفوا قدره وعيطوله إن شاء الله هو عيطوله وأنا الله أعلم أنا سمعت باللي عيطوله في بن أثمان عيطوله مؤخراً ولكن هو ما قدر أمحبش يجي قاله أنا ما نجيش نخدم في سيتياثون كما هذي أنا هذ المعلومة اللي عندي والله أعلم قلت لي بالنسبة قلت لي كنت نحكي معاه في الهاتف ايه كنت نحكي معاه في الهاتف ومن بعدها نشوف الضرب في ظهري صديتنا واحد من الأخوة هذو إيدي لي ضرب فيها زادوا جاء وخاوتو الأخرين زادوا وضربوني كامل وجدرتها ناهن فزت بالبطولة الوطنية هذا مكان ما درت حتى مشكل إذا كان اللي تفوز بالبطولة الوطنية يقتلوها في قانون الأساسي تاع الكاراتي خالد الحلمتها أكثر يارد الكاراتي بحلم التعي في الرياض الكاراتي وباش نعودوا نسيروا رياض الكاراتي الجزائرية كمرة تسير فرنسا كمرة تسير في أوروبا علاش قادرين جميع الإمكانيات عدنا كلش عدنا إرادة برك إرادة ويكونوا مسؤولين نزهاء يكونوا شين تميوا اله كان بعض المسؤولين غير نزهاء في كاراتي أكيد وما أكثرهم أكيد أكثر من الناس يجب أن يذهبوا نحن لا نقولوا أن يذهبوا يجب أن يذهبوا لأن الكاراتي في الجزائر رياضة مهمة رقم واحد في الجزائر في عدد مبارسة رسميا يعني يجب أن يلعبوا بها أشخاص يلعبوا بها يجب أن يذهبوا لأنه يقولوا أن ابناء الكاراتي الحقيقيين يجب دور واحدهم أكيد عندما يكون كائنا مشاكل بثاف الناس والتفاميليا لا يدخلوا المشاكل لا يدخلوا لا يدخلوا لأنه يستعملوا حواج بثاف بين تهم المجهة الكاراتية قضية تلاعب في امتحانات الجزائر الرطب وكين فضائح كبيرة خرجت في هذا الشيء هذه نقطة نقطة من النقاط ليس هذا مرح كيف حاجة في الكاراتية؟ يعني يجب أن يذهبوا يجب أن يذهبوا لكننا في الكاراتي لا يجب أن يذهبوا يجب أن يذهبوا على البطولة يجب أن يظهروا النبوة على ثلاثة ويجب أن يشارك دولين ويجب أن يخفقوا في الكاراتي الألعاب الأولمبية ويجب أن يتعلمون في الألعاب الأولمبية ويجب أن يكون الكاراتي فيها فهذا من التعامل يجب أن يكون من الجينيور كادي ويجب أن يكون من الجينيور ويجب أن يكون من الجينيور لأسفلهم ويجب أن يكون من الجينيور لن أجدت أن يكون من أجل في الجزائر. سنتقوم برديدة ومتداعون كاملنا ونقوم بتحقيق بروعيات الكاراتة. يكونوا من قبل استخدامنا حيات المياهات أخرى. فهذاً يستحق مستصرين على الأشياء. حيث بدأت الكاراتة بالحزمة باستماع أسوأ. هل تحلل على تحرير البلاد؟ الروح عند البساط ونما مؤخرا يعني أنا مخفاكش راني خدم في المقاولة يعني فيها شوية جيري وهرج عندي بزاف راني خدم في تمر راست مؤخرا شوية جبت على الممارسة ولكن معاول إن شاء الله بعد رمضان هذا نعاود نرجع للبساط إن شاء الله خالد يعني الوقت التقليب انتهت على البرنامج راح خليك كلمة آخيرة وكلمة آخيرة إن شاء الله نوجهها كل الفاعلين في الرياضة الجزائرية والفاعلين في رياضة الكاراطي خاصة والجمعية العامة يعني نديروا اليد في اليد ونخرجوا رياضة الكاراطي من هذه الأزمة اللي راي فيها خانقة أزمة يعني خلتنا حبسنا كل شيء يعني إحنا الحمد لله تحركنا على مستوى دول اللي خرجنا وقدمنا ولكن كين أندي يمسك اللي ما يقدروش حبس كلش وهذا يرجع بالسلب على الفرق الوطني في جميع الفئات تاعه مشاركات لا يلحكة البطولة العالمية اللي راح تقام في في الفلوتريش في شهر أكتوبر 25-30 يعني غير كافية جدا مباشي يعودوا برنيوليزاتلات ويلحقوا الفورمات تاع مباشي يديروا منافسة على اللقب يعني نشوف فيها بالمستحيلات ولكن هذا دائما من طبع الجزيرة هو رفع التحدي إن شاء الله ليزربو ديروا هذا عدنا الكونفيرميتي نهار السبت نديروها إن شاء الله ويزربو يعيطوا الأعضاء تاع الفريق الوطني ويدخلوا في تربوسات وإن شاء الله رب يجيب الخير نقول بركب لهذه الرياضة هذه راح أمانة عند الناس الفاعلين كامل في الرياضة اللي يقدر يساهم يتفضل ونحن إن شاء الله نديرو اليد في اليد ونعاون رياض الكاراتي بمشتعى وترجع البرق تحال للمكانتها الطبيعية شكرا كثيرا خالد على الحضور تاعك معنا وانتمنى إن شاء الله الكاراتي عاود يرجع المكانتها الطبيعية في أقرب فرصة وشكرا موصول أيضا لمشاهدين الكرام إلا نلتقي في عدد آخر نتركه في رائعة له وحفظه والسلام عليكم شكرا للمشاهدة